بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وليه كتير من النساء بيحتاروا وبيسألوا حكم الصفرة والكدرة في نهار رمضان علشان ده بيؤثر على الصيام أو لا يؤثر على الصيام هنوضح لهم الأول يعني إيه صفرة أو كدرة ونفصل لهم الحالات اللي ممكن نقول فيها حكم في أمر الصفرة أو الكدرة الصفرة أو الكدرة دي بتكون عبارة عن لون فاتح وكأنه ماء معكر بدماء بسيطة مثلا أو أي لون بيكون ملحق بالدم يعني تمام هنقول إن الأمر ده بيقسم على وجهتين الوجهة الأولى لو السيدة شافت الصفرة أو الكدرة دي في وقت الحيض أو النفاس يعني أو غالب وقت الحيض والنفاس فبنعتبر الصفرة أو الكدرة دي من زمن الحيض أو النفاس والسيدة هنا ما بتكونش مطالبة بأي عبادة تستلزم الاغتسال أو تستلزم الطهر تمام لكن ممكن تؤدي الأذكار وأي شيء فيه عبادة لتستلزم الطهر لو شافت الصفرة أو الكدرة فيه غير وقت الحيض أو النفاس يعني بعد الطهر بعالمته اللي هي متعارفة عليها أو عرفاها أو معتداها يعني إيه؟ لو كان علامة طهرها اللي انقطاعت تام مثلا أو كانت علامة طهرها القصة البيضاء فهي هنا بعد الاغتسال والتطهر من الحيض أو النفاس لها إن هي تقوم بأداء كل العبادات اللي لا تستلزم طهارة أو اغتسال هذا والله تعالى أعلى وأعلى